ليه بقول كده؟ لأنه ده بيحسب للجيل ده من اللعبين مش بس الأجهزة الفنية مش بس دارة النادي الأهلي اللي بالتأكيد مفيش شك ليها دور كبير وتحملت في أوقات كتير صعبة هجوم وانتقادات غير مبررة وغير منطقية في كل قرار خدته يتعلق تحديداً كمان بفرقة كرة القدم مفيش مرحلة عدنا فيها من غير ما كانت سهم النقد موجهة لإدارة النادي الأهلي وكلام على مشاكل في إدارة النادي الأهلي وكلام على إخفاقات في تعاقدات أو في قدرة النادي الأهلي على إجراء التعاقدات وكلام على مسماني والتشكيك في مسماني اللي ما الحقيقة من يعني أنا مش قادر أنسى أو مش قادر يفتكر مرحلة عدة فيها مسماني ما تعرضش فيها لتشكيك في قدراته وإمكانياته رغم أنه في كل مناسبة كنت أقول أنه الرجل أرقامه بترد على ناس كلها من اللحظة الأولى من بداية التعاقد كانت كلام كتير جاء إزاي أهل يروح يجيب من جنوب أفريقيا وإيه موسيماني عشان يجي يدرب أكبر نادي فيه وفي كل مباراة انتقادات على الأداة وانتقادات على الرجل النهاردة في نسخة كاملة يعني قلته في النسخة اللي فاتت أنه الإنجاز يحسب لفايلر وأنه موسيماني ما لهش يد فيه على الرغم من أنه أنا شايف أنه موسيماني قدر يجي في وقت صعب جدا وفترة دقيقة جدا ويتأقلم مع الفرقة ويخود أصعب ثلاث مطشاط في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال قبل نهائي مع الوداد المغربي بدأوا على أرضه بالفوز وجي هنا أكد الفوز ونهائي القرن زي ما سمتوه أو زي ما سمناه اللي جمعوا بالغريم التقنيدي الزمالك وقدر أنه هو يتوج أصعب ثلاث مطشاط في مشوارنا لكن هرجع لبداية الكلام ليه بقول عليهم كومبو لأنه الفترة دي في الـ 2 سيزون دول كان عندك فريق معظمه جديد على فكرة المنافسة في البطولات اللي برا مصر يعني إحنا دوري طبيعي جدا أنه لعيبة الأهلي متعودة أنه الدوري بفيش فيه نقاش يعني الدوري ده ما بنتكلمش فيه لعيب صغير لعيب كبير عندك خبرة ما عندكش خبرة الدوري بتاع الأهلي لكن لما بتطلع بره شوية ويبقى مش وارك بقى أنك تواجه أبطال دول على مستوى أفريقيا وعلى مستوى عالمي لا قصة تانية محتاجة خبرات ومحتاجة تراكمات ومحتاجة مستوى معين من الثقة بالنفس من الثقة في قدراتك وإمكانياتك ما يجيش إلا بالممارسة ما يجيش إلا لما تلعب وتفوز وتتوج على مستوى دولي تعالوا بصوا للكمبو يعني كمبو اللي بكلم حضراتكم عليه ده على مدار الموسمين دول الأهلي لعب كم بطل كم بطل وجهه النادي اللي بكلم حضراتكم على أبطال مش بكلم حضراتكم على فرق عادية يعني أنا بكلم حضراتكم على أبطال كل وجههم النادي الأهلي في الموسمين دول لم يتلقى الأهلي خسارة غير ثلاث مرات النجم السحيلي في بداية المشوار مع فيلر في السنة اللي فاتت وطبعا كانت بفعل فعل وحدراتكم اللي مش فاكر المباراة دي كان طرد أيمن أشرف في بداية المباراة والنجم فاز 1-0 في مباراة تساعدها لأهلي بالكامل وهو بيلعب ناقص لعب مباراة سينبا التنزاني اللي بعتبرها بينقو سين كده يعني برا السياق مباراة مش مفهومة في ظروف غير طبيعية ومباراة البايرن في كاس العالم للاندين النهارده اللي عيبة دي ان شاء الله بإذن الله لما تتوج لما تتوج ان شاء الله بالبطولة العشرة بدولي الأبطال يوم 17 لو ما تغيرش المعاد يعني وهنتكلم في موضوع المعاد ده العيبة دي ان شاء الله هتشارك فيه كاس عالم اندية بشكل مختلف تماما عن اللي شفتوه حضراتكم في النسخة الأخيرة اللي توجنا فيها بالبرونزية والطموح عندهم هيبقى أكبر من هو بس يبقى موجود على منص التتويج يعني ممكن يروح لا وللأ مش مركز ثاني وللأ أنا بقوله من دلوقتي ان شاء الله وللأ يعني اعتقد كمان انه فكرة تدعيم الإدارة للمسر موسيماني في السيزن الجديد اللي بيبتدي أولا هيكون عنده وقت ياخد فترة إعداد ثانيا هيكون هو شخصيا عنده مسئولية مشاركة فيه القرار انه الفرقة دي محتاجة الدعم ازاي ومين اللعيبة الأقدر على ان هم يضيفوا للفرقة ويطبقوا وينفزوا الحتة اللي نقصة مع مستر موسيماني وبالتالي يظهر الأهلي بشكل مختلف تماما فيه كاس علام أنداج دي ان شاء الله بعد منفوز مش عايزة أسبق الأحداث عشان ما قطعش بس بقول إزاي در بتفكر إزاي مستر موسيماني يتعامل مع كل الانتقادات والتشكيك وفي كل لحظة قدر يرد على منتقدي بالنتائج وبالأرقام مش بالتصريحات وبالكلام